بسم الله الرحمن الرحيم ضيوف شرف أعمال هذا المنتدى الكرام الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البداية أن أعبر عن تقدير البالغ لللجنة الرئيسية لأعمال هذا المنتدى على اختيارهم الموفق لعنوان الدورة الحالية والذي يجسد بعدا تنمويا جديدا لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في هذه المرحلة الفارقة من مسيرة نهضة عمان المتجددة خلف القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفق تطلعات وأهداف مستقبلية صيغت لها محددات واضحة ضمن الرؤية الوطنية المستقبلية عمان 2040 واليوم تجمع نسويا أعمال هذا المنتدى تحت عنوان شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في ضوء مبادئ الاتفاق العالم الأول للأمم المتحدة لتضع لكاهلنا نحن المتحدثين والمشاركين مسؤولية تمهيد المسار قدما كل في مجاله وفي نطاق تخصصه وحفظ الخطى على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة بمستويات آداء أعلى تضمن وصولا سلسا للمستقبل المأمول ولن يأتي ذلك دون فكر تتحول معه هذه المسؤولية الاجتماعية إلى مسؤولية تنموية حقيقية وجادة للشركات تحقق قيمة المضافة للبرامج ومبادرات الاستثمار المجتمعي المستدام صاحب السمو السيد مروان بن تركي أهل سعيد الموقر الضيوف والحضور الكرام إنني كأحدى بنات هذا الوطن العزيز الشامخ بقياه وتقاليده وعاداته لأؤكد من هذا المنبر أن معطيات الواقع الحالي لقطاع المسؤولية الاجتماعية في بلاد سلطنة عمان تفرض ضرورة رفع مستوى الإسهام الوطني إلى حد لم يبلغه من قبل يكون إسهاما يعم بالخير على مسيرة بلادنا الضافرة وبلا أدنى شك فإن مراعاة مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة تفرض علينا جميعا مواصلة مسيرة الالتزام والمساهمة المجتمعية في إطار تشارك متكامل ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط من خلال التوظيف الإيجابي للعناصر التطوعية وإنما من خلال خطط واستراتيجيات وطنية تحقق ذلك انطلاقا من قاعدة الأساس وتعاون على البر والتقوى وفي الأخير تقبلوا مني جميعا أجزل عبارات الشكر والتقدير وخالص الدعوات الصادقة بأن تتكلل أعمال هذه الدورة من المتدى بتوفيق الله تعالى لبافيه خير ونائمة لعمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر